في بلد المسلمين في بلد غير المسلمين نقتل نفجر نذبح نفتح الرصاص على من يسبء النبي أحسب أنه وضح لكم الآن على الأقل بضربة واحدة أن هذا الهدي ليس بهدي قرآني بل هذا ضلال هذا ليس هو الهدي القرآني القرآن يقول اصبر اصفح اعفو اعرض اهجر هجرا جميلا كل الأمر إلينا الله يقول أنا الذي سأنتصر لك يا خيرتي بطريقة الخاصة أنا سأكفيك المستهزين النبي ذهب أيها الإخوة ذهب إلى أن الأمل لا يزال موجودا ليس في من سبه وعابه بل حتى في من آذاه أيها الإخوة بالفعال ليس بالأقوال حتى في حق من أراده على أن يعود إلى الشرك والطغيام والكفر والوذنية تعرفون القصة إني لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله قال لا لماذا لماذا يقتلون لا نقتلهم كفار وثنيون أخرجوك آذوك يا حبيبي قال لا 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 أنا لا أريد بكارثة طبيعية أن يطبق عليهم جبالان زلزال نوع من الزلزال قال لا لا أريد النبي لا يريد هذا وذهب إلى أبعد من هذا وأذكركم لربما للمرة العشرين أو الثلاثين وكلكم على ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بماذا عامل النبي من سبه أيضاً لا أقول لكم من كفار خارج سلطانه بل منافقين طبعاً كفار سجل عليهم القرآن الكفر في سلطانه وقبضته شنأوه أعظم الشناء وقالوا هو أذن أذن قالوا لا حق له يميز بين صحيح الكلام وغالطه بين حقه وباطله بين صفه وزخرفه أذن يسمع يسمع كل شيء ويصدق أستغفر الله العظيم لم يفعل لهم شيء مع أن الذي أخبره بهذا ليس رجل من أصحابه أو رجلين أو ثلاثة رب العالمين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم هذا الرد الله يذكر ما يقول له أذن أذن لا يسمع إلا الخير ويسمع لخيركم وهو رحمة وهدى للمؤمنين منكم فقط هذا الرد هذا أسلوب القرآن الكريم النبي لم يأتي لكي يحارب قضيته هو أنني أنا محمد بن عبد الله رسول الله من نال مني أو مسني أو شنأني سفكت دم لا والله الذي لا إله إلا هو لم يفعلها النبي مرة إنما النبي جاء ليحارب قضية ماذا؟ قضية الحق والباطل بأساليب الحق الجدال بالتي هي أحسن قل هاتوا برهانكم الدعوة إلا أن ينجر الأمر كما قلت لكم أذكر مرة أخرى إلا أن ينجر الأمر إلى إعلام الحرب عليه إرادة اجتثاثه ومن معه فلا يملك إلا أن يدفع عن نفسه فقط هذا هو أما فيما دون ذلك فهو يدفع السيئة بالحسنة وهذه سيئة أن أسب وأن ألعن وأن أشته سيئة كيف النبي يدفعها؟ بالحسنة هل هناك أسوأ من سيئة عبد الله بن أبي رأس النفاق؟ طعن في عرض رسول الله في عرضه في عرضه تهم زوجه الصديقة من تصديق سبّ رسول الله بشخصه والقرآن سجل عليه بهذا فتبّى لهوة باب لا يخرجن الأعز منها الأذل أستغفر الله يخشعر بدلي وهي آية النبي يصب بها له وقال أبعده الله أخزاه وقد فعل قال لا أجد لنا ولهم أي للنبي وأصحابه من المهاجرين بالذات طبعا مثلا إلا كقول الأول سمّ من كلبك يأكلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أيضرب بهذا مثل لرسول الله سمّ من كلبك ليس من كلبك ما ذا فعل النبي ابنه نفسه جاء يستأذر رسول الله طبعا ناهيكم عن الفعال ماذا فعل مع النبي كيف انخزلاء بثلث الجيش كيف أراد الهزيمة الماحقة لرسول الله وقطعا أحد أسباب هزيمة أحد انخزال عبد الله بثلث الجيش بنحو ثلاث مئة لو كانوا موجودين ربما لم تقع الهزيمة ولم يموت 72 من خيرة أصحاب رسول الله لكن هذا المنافق الملعون فعلها خاعن خيانة عظمى هذا ما يسمى الآن بالـ الخيانة العظمى ومع ذلك النبي لا يدخل لا يدخل الناس في حرب شبه أهلية مصقرة حتى لا يريد أن يحرج القلوب لا يريد أن يثير حساسيات لا يريد أن يؤثر عنه أنه يقتل أصحابه أنه يقتل على الرأي على حرية التعبير فضلا عن أن يقتل على حرية الضمير وعلى الدين لا يفعل لكم دينكم وليا دين لا إكراها في الدين لكن هذه مسألة غير حرية التعبير غير حرية الضمير عفوا هذه سوء التعبير خلت الأدب هذه وعاقب عليها في كل القوانين الآن روح تفضل الآن أنت وأطل لسانك مثلا في زعيم دولة في زعيم أمة في باب الفاتيكان اليوم لن تترك ستقاضى ستجرجل إلى المحاكم بالقانون كل شيء له حدود هذا اللعين أطايل لسانه في رسول الله عليه الصلاة وأظهر السلام وقال فيه بعض ما سمعتم وبعض ما قلت لكم لن أتحدث عن سائر فعاله وجاء ابنه رضوان الله على ابنه يستأذن الرسول الرحمة أن يقتله فقاله النبي كلا لا أذن لك ولا لغيرك بل نحسن صحابته نحسن صحبته نجامله نحاسنه ولا نخاشنه نواصله ولا نصارمه الله أكبر يا رسول الله الله أكبر يا رسول الله هذا رسول داعش اليوم هذا رسول الإرهابيين ما الذي يحصل لهذه الأمة حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه رجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يترك كل هذا الهدي الذي يعلمه وينبغي أن يعلمه أبناء الابتدائية من الأمة نحن نعرف هذه الحكاية والأقاصيص ونحن في الابتدائية ليس كذلك فأين نحن منها لماذا نذهل عنها لماذا نغفلها لماذا نعمى عنها ونصم ما الجنون الذي أصابنا أما بقي فينا بخية من عقلاء أيها الإخوة يهزون هذه الأمة يوقظونك قبل أن تصير حطاما ومواتا ما الذي نفعله بنبينا بكتابنا بأنفسنا بدين يا أخواني بل نحسن صحابته أكثر من هذا ويموت رأس النفاق وينزع النبي الرحمة النبي الحب النبي المسامح والعفو والصفح ينزع جبته الشريفة ويكفنه فيها ويصلي عليه ويدعو له ويستغفر له الله حتى ينزل قول الله ينهاه عن ذلك يقول له هذا كافر هذا عاش كافرا بك وبي ومات كافرا مصرا لا تستغفر له والنبي يقول بعد أن نزل قول حق تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة يقول لو أعلموا أني لو استغفرت له أكثر من سبعين غفر له لا استغفرت له يا الله يا رسول الله أحبتي في الله هل نسيتم؟ هل نسيتم ما أوقفنا عليه كتاب الله بشكل واضح في آيات كثيرة من رد فعل النبي على من كفر به وعادا وطرده وقاتله وشنأه وتنقصه هل أذكركم ما هو رد فعل النبي القرآني تبا لبعض المرويات تبا لبعض الحكاية والأقاصيص التي ضربنا بها على كتاب الله المبين المعصوم المحفوظ ما عدنا نستهدي به أنا نعدته نعدت كتاب الأمة اليوم في هذا العصر الأغبر بالهداية المردودة نحن رددنا هداية الله فيا ويلنا من الله والله لم نعد أيها الإخوة إلا ما رحم ربي لم نعد مقتنعين حقا بأن نقرأ القرآن ونمشي في ضوءه وهدى يمكن أن نضرب على ثلثمائة آية بحكاية هيان بن بيان روى عبد الرزاق روى البخاري روى مسلم روى فلان وتترك كتاب الله يا ويلك أين عقل الإيمان فيك قال لك سنة خطأ الله سنة ماذا يا أخي سنة ماذا وأنت تكذب بها كتاب الله يا رجل شيء لا يصدق أنا لا أستطيع أنا أستوعب هذا